مخالفات قانونية تلفها شبهات فساد وهدر بالمال العام تطال مقبرة النجف النموذجية يكشف عنها محامون حملوا هيئة الاستثمار في النجف مسؤولية منح هذه الفرصة الاستثمارية إلى أحد الشركات الأهلية التي بدورها سوقت بيع قطع أراضي المقبرة على المواطنين بشكل مباشر بالنسبة إلى مقبرة النجف النموذجية هو مشروع بملفات فساد كثيرة وإجراءات مخالفة للقانون المشروع الاستثماري المتعارف عليه يتم التعاقد مع صاحبة الأرض في حين هذا المشروع لا يوجد تعاقد ما صاحبة معه مالكة الرقبة وهي عقارات الدولة وإنما إجراء حصل بين محافظة النجف وبين هيئة استثمار النجف مجرد موافقات مبدئية مفروض المبالغ تودع في مصرف في حين لاحظ أن المبالغ تستلم مباشرة ولم تودع بالمصرف ولم يتم توقيع عقيد ولم تكن الإجراءات سليمة ماء بالماء قمنا دعوة نحن مجموعة من المحامين وأبرزنا مستمسكات رسمية تأيد دعوانا أكثر من 3600 دونم هي مساحة المقبرة الجديدة في النجف يقول متابعون إنها تشكل بابا تستثاد منه المكاتب الاقتصادية للأحزاب من خلاله ترك عمليات التسويق للشركة المنفذة والتي حددت أسعار البيع على المواطنين هنا الحكومة اتهمة بالفساد حيث أن هناك إرادات كثيرة ضائعة من ضمنها إرادات الاستثمار أين إرادات الاستثمار؟ ومثال ذلك والمقبرة النموذجية الممثل القانوني أو مدير شركة أديم الأرف اللي هو أحد أعضاء هيئة الاستثمار فلا يسمح لأحد أعضاء هيئة الاستثمار بتقديم طلب باعتباره هو أساسا يعمل بهيئة الاستثمار فكيف يقدم على جهة استثمارية ربما لو يريدون الإجراءات بشكل قانوني كان انعلنت بشكل مزايدة علنية أو مشروع استثمار بإمكان الكل يتقدم طلب عليه محكمة استناف النجف بدورها أصدرت كتابا رسميا بإيقاف العمل بمشروع المقبرة النموذجية بعد شكاوى عديدة بوجود مخالفات قانونية تتعلق بقانوني الاستثمار والبلديات عند الإحالة على الاستثمار الحكومة المحلية في النجف كانت قد أكدت إنها لا تستطيع تأهيل المقبرة الجديدة بسبب الأزمة المالية وهو ما دعاها إلى إحالتها استثماريا أما العواقب فلا مكان لها إلا على أكتاف المواطنين من النجف محمد رزاق قناة التغيير